بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا أن يجد الإنسان نفسه في موقف يعني يحتاج فيه أن يغير المكان وأن تطارده كلاب الأرض وتبحث عنه وتدور كل الأجهزة الموجودة في المجتمع للبحث عن شخصه وأن يفكر في أن يسلك طريقا ليصل لغايته مبتعدا ناجيا بنفسه في ظل الخوف والقهر والإحساس بعدم الأمان هذا ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام وما يجري لكثير من الناس في مجتمعات كثيرة اليوم أن يفر الإنسان بدينه من مكان إلى مكان وينتقل متخفيا من بلد إلى بلد عسى أن يجد مكان الأمان ويجد مكان الراح الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة لم تكن قصة بسيطة فقد كان التحضير لها كبيرا وهذا يعيدنا إلى قصة أساسية فالله سبحانه وتعالى يمكن أن ينقذه لو خرج علنا لأنه بالغ أمره ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا بالقدوة للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن حياة البشر فيها هذا المسار الصعب الذي يخطط فيه الإنسان أكبر تخطيط ويضع كل الاحتمالات أمامه ويخادع الطرف الآخر ثم يصل إلى مكان فيجد القوم عند رأسه عندها يظهر التوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى ما بالك باثنين الله ثالثهما لكن الفكرة هنا الكبيرة جدا أن هؤلاء الناس الذين يمرون بظروف شبيهة يفرون من بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان وينتقلون بين أناس لا يعرفونهم قد يغدر بهم في أي لحظة من اللحظات نساء وأطفال ورجال أين يجدون القدوة وأين يجدون الصبر وأين يجدون الشجاعة يجدونها في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو في هجرته يعاش ما قبل الهجرة وهو يخطط للهجرة ثم مر بالتجربة كاملة حتى وصل إلى المدينة لكن هذه التجربة التي ملؤها الخوف والمطاردة والكذا هي قدوة لنا في الحياة الدنيا وقدوة للناس الذين يمرون بذات الظروف وذات الصعاب عسى الله سبحانه وتعالى أن يخفف على كل من يفر بدينه هاربا أو يفر إلى بلاد فيها عدل هو وأبنائه ومن معه ليعلم أن في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوى ولكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يردو الله واليوم الآخر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته